سبعة أشهر من القتال الدموي في بخموت الأوكرانية تتجه نحو الحسم لصالح روسيا في الأيام الأخيرة تعرض طريق الإمداد الوحيد لقصف روسي كثيف لتزيد صعوبة الحصار على المدينة قوات فاغنر الروسية التي تقاتل في المدينة منذ أشهر أعلنت عن حصار المدينة تماماً بعد التقدم الذي أحرزته في الأسابيع الأخيرة شمال وجنوبي المدينة طريق وحيد هو الذي بقي منفذاً باتجاه الغرب مؤدياً إلى مدينة تشاسيف يار رسالة فاغنر جاءت على لسان مؤسسها الذي خطب الرئيس الأوكراني فولودي ميرزيلنسكي مطالباً إياه باستغلال الوقت وإخراج من تبقى من المدينة حاصلت وحدات فاغنر عملياً مدينة باخموت ولم يتبقى منها سوى طريق واحد إذا كنا نقاتل في وقت سابق ضد الجيش المحترف فإننا نرى الآن بشكل متزايد كبار السن والأطفال إنهم يقاتلون لكن الوقت المتوقع في باخموت قصير جداً لا يتجاوز يوماً أو يومين لمنحهم فرصة لمغادرة المدينة كل من طرفي الصراع الدموي في باخموت يدعيان إلحاق خسائر فادحة بالطرف الآخر إنهم لا يأخذون في الحسبان خسائرهم في محاولة الاستلاء على المدينة بالهجوم تتمثل مهمة قواتنا في باخموت في إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالعدو القوات المدافعة عن المدينة تصر على الصمود في الدفاع معترفة بصعوبة الوضع في الميدان بالتزامن مع سحب بعض الوحدات العسكرية الأوكرانية من مناطق سيطرة كييف معركة باخموت التي باتت تجسد الصمود الأوكراني تتجه نحو الحسم إلا أن القتال المستميت وسقوطها في يد القوات الروسية لن يكون تقدماً استراتيجياً حقيقياً لروسيا بحسب المحللين إيفا عمر العربية